لسه احنا في المنديال لكن مع تسلم اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية كأس بطولة دوري أبطال أفريقيا التوج بها المرد الأحمر طبعا الموسم الماضي وكذلك قميص النادي الأهلي وعليه توقيع اللعبين بالإضافة إلى عالم النادي الأهلي وذلك من أجل تزيين ملعب الجوهرة بهم قبل مواجهة اتحاد جدة وكان طبعا المهندس خلد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي في السعودية قد تسلم شهادة توثيق مشاركة الأهلي للمرة التسعة في كأس العالم للأندية من وفد الفيفا واللجنة المنظمة للبطولة طبعا يعني النادي الأهلي كعته مبهر في أي مكان بيروحه مبهر بإنجازاته ومبهر بالقيمة اللي بيضفها لأي مكان بيروحه ومبهر بجماهيره اللي موجودة في كل حتة في العالم فبالتالي النادي الأهلي هيضيف للبطولة دي في مواراته أن المواراة هتتزين بوجود بطول الدوري أبطال أفريقيا كأس البطولة يعني وعلم النادي الأهلي وده شيء كقيمة للبطولة النادي الأهلي هو اللي أضافها للبطولة فبالتالي ده شيء يحسب لنا كجمهور للنادي الأهلي اللي احنا نفخر به وطبعا دي المرة التسعة اللي بيشارك فيها النادي الأهلي فبالتالي ده رقم كبير جدا 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 لازم نفخر به كلنا كأهلويات